تبسيط العبارات المثلثية فارس سؤال يقول لي بسط العبارة وإعطاني هذه العبارة شوف دائما نحاول نبدأ بالمقلوبات يعني اللي فيها C نقلبها ونكمل طيب يصر عندنا سين ثيتا كوسين الثيتا هذا أقلبها حتصير واحد على سين الثيتا هذا كله على كوتان الثيتا خليها زي ما هي نشوف بعدين كيف نتصرف فيها طيب نبسط هنا عندي سين في البسط وسين في المقام تروح مع بعض ويبقى في البسط واحد وعلى وعندي في المقام كوتان الثيتا الكوتان أقلبها هيصير عندي تان الثيتا طيب نشوف هذا العبارة برضو شوف عندي كوسيكنت احنا قلنا دائما نبدأ بالمقلوبات الكوسيكنت طيب وبرضو عندنا تان خلينا نكتب التان على صورة سين على كوسين طيب التان هادي هنكتبها سين تربيع على كوسين تربيع والكوسيكنت عادي هنقلبها إلى واحد على سين تربيع بعد كده عندي سالب واحد وتحت عندي سيكن تربيع طيب نبسط عندي سين تربيع في البسط وتروح مع سين تربيع في المقام يحصير عندي هنا واحد على كوسين تربيع للثيتا وعندي بره سالب واحد وفي المقام عندي سيكن تربيع للثيتا طيب نكمل بواحد على كوسين تربيع اللي هي سيكن تربيع وعندي سالب واحد وفي المقام سيكن تربيع شفت لاحظ انه سيكن تربيع على سيكن تربيع صار نكسمهم صارين دي واحد وعندي إشارة السالب وبعد كده الواحد برضو أكسمه على سيكن تربيع يعطيني كوسين تربيع للثيتا طيب وصلت إلى واحد ناقص كوسين تربيع للثيتا أقدر أبسط أكتر من كده شوف أنا عندي متطابقة تفيتها غير ساش تقول تقول سين تربيع للثيتا زائد كوسين تربيع للثيتا هيساوي واحد لو خدت الكوسين لهذا الطرف غيرت إشارتها هيصير عندي سين تربيع للثيتا يساوي واحد ناقص كوسين تربيع للثيتا اللي هي نفس القيمة اللي عندي هنا يصر هذه حتساوي سين تربيع للثيتا شفت أهمة لما تلاقي عندك في النهاية كوسين تربيع سين تربيع وفيها واحد تحاول تستخدم فيثة غرس عشان تبسطها أكثر طب نشوف هذه شوف من البداية شوفت عندي واحد ناقص كوسين تربيع للثيتا بما أنه عندي كوسين تربيع للثيتا يصير فيه احتمال أن أقدر أستخدم نظرية فيثة غرس وبسطها نجرب ونشوف فيثة غرس اش تقول سين تربيع للثيتا زائد كوسين تربيع للثيتا يساوي واحد عندما نقلت الكوسين للطرف الثاني وويرت الإشارة هيصير عندي سين تربيع طيب نكتب المتطابقة عندي سيكنت للثيتا على سين للثيتا وبذل هذه القيمة أكتب سين تربيع للثيتا القيمتين مضروبة في بعض أقدر أبسط أقسم هنا على سين للثيتا وهنا هتروح واحدة من التربيع وهذه هتزاوي شوف برضو السيكنت هي مقلوبة لكوسين صح؟ صار ممكن أقيبها صار عندي واحد على كوسين ثيتا مضروبة في سين للثيتا أقدر أكتبها هنا شوف صار عندي سين على كوسين أعرف أنه سين على كوسين اللي هو تان للثيتا إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا هنجاومك عليه